تقدم وزارة الثقافة نسخة ثانية من مهرجان شارع السويلم بقالب أكثر إبداعا وبتفعيلات تشمل عدة أجيال من الخمسينات وحتى الألفية يأتي هذا الاهتمام من الوزارة تحت المبادرات الفعالة في تحسين جودة الحياة وخلق مناسبات ثقافية مزيد من التفاصيل رح نروح لزميلنا خالد الجبر خالد مساك الله بالخير شو الصورة اللي عندك وحاب تنقلها لسادة المشاهدين نعم أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام هنا من هذه الفعالية المقامة في شارع السويلم فعالية شارع السويلم اللي طبعا تحت مضلة وتنظيم وزارة الثقافة أتكلم عن مجموعة طبعا من المناطق الموجودة داخل هذه الفعالية وهذه التظاهرة طبعا الترفيهية الثقافية في شارع السويلم مجموعة طبعا من المناطق في هذه النسخة الثانية اللي جهزتها وزارة الثقافة مشكورة طبعا هذه الفعالية اللي تحكي ما بين حقب عديدة نتكلم عن مجموعة مناطق طبعا منطقة الخمسينات ومنطقة السبعينات ومنطقة التسعينات ومنطقة الستينات والثمانيات ونختم بالألفية طبعا في مجموعة أيضا من المناطق طبعا المرافقة والمساندة لهذه طبعا الحقب نتكلم عن منطقة المسرح ومنطقة التصوير ومنطقة الطعام ومنطقة الخاصة في ألعاب الطفال ومنطقة أو خيمة كبار الشخصيات طبعا مشاهدين نتكلم عن موعد الدخول طبعا موعد الدخول الساعة الرابعة عصرا وتقفل هذه الفعالية الساعة 11 طبعا مساء اللي أكبر من خمس سنوات دخولها بعشرة ريال اللي أقل طبعا الدخول مجاني لو نشوفها الآن في هذه الكاميرا الأغلب الموجود من خمس سنوات وأقل في الأعمار طبعا ما شاء الله تبارك الله تختم هذه الفعالية في يوم السبت القادم 25 من نوفمبر نتكلم عن مجموعة من المحطات مجموعة من الفعاليات جب عيالك خلهم يمبسطون أنا متأكد أنهم يمبسطون أنا في هذا العمر أمبسط ما بالك الطفل إذا شافت مجموعة من الشخصيات القديمة وسمع جرانديزر والنمر المقنع وسمع هايدي وسمع بيتر وسمع الكبتن ماجد ماذا يصير؟ صوت والصورة تفضل ديك العافية خالد شكرا جزيلا لك وفعلا والله الصورة قاعدة ترجعنا للأيام ماضية